اصيبت فتاتان فلسطينيتان برصاص بحرية الاحتلال الاسرائيلي اثناء تواجدهما في استراحة قبالة بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة وهاجمت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين بالرصاص وقنابل صوتية وفتحت صوبها خراطيم المياه قبالة بحر رفح وهي على بعد ستة اميال بحرية واجبرتهم على ترك البحر والعودة الى الشاطئ يذكر ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تتعمد التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة بشكل يومي وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد